دمج بين الفن والتكنولوجيا لوحات جمالية بتقنية رقمية استخدم الفنان الفأرة بدلا من ريشة الرسم التقليدية في الرسم والتلوين الفكرة هي الأولى من نوعها على صعيد عربي الفنان التشكيلي غاز عيم يقدم معرضه الخامسة من خلال ثلاثين لوحة تقنية واحدة لكن تنوعت المواضيع التي تتحدث عن الواقع وكذلك عن التراث وكذلك عن المكان وعن البيئة والتي ضمنتها العديد من الرموز مثل الحصان الذي حمل عنوان المعرض له فرص الغياب تجربة جديدة تستوقف الزائرين يخوضون تجربة عيم الجديدة ويغوصون في لوحاته المعبرة عن الذات الإنسانية معرض جديد يعني أنا حذرت شفت لوحات كثير بس كانت عن طريق ريش الرسم وهذا عن طريق الكمبيوتر اللي هو بسموه الرقمية أو شيء جديد وبشجع الناس يجي تحذر يعني شيء حلو ومرتب معرض جميل متنوع وفيه تقنية جديدة اللي هي الجتال والمواضيع مختلفة وألوانها جميلة قوام هذا المعرض التمازج بين الإبداع الفني والإبداع العلمي حيث استطاع الفنان أن يطوع جهاز الحاسوب بوصفه أداة فنية لإصال رسالته لوحاته صلطت الضوء على فكرة استعادة ما غاب عنا من الأهل والوطن وأشياء عاشت في الذاكرة والوجدان كالمفتاح والحصان شغف الفنان البصري واضح من خلال الفن المعلق على هذه الجدران نجحا عيم من خلال معرضه في دخول الفن التشكلي عبر بوابة عالم الرقميات لا يتجوه العربي عم